بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس في التربية الفنية الموضع دياله ديال جدور أو جدوع وأقصان هنا نبين هاد الصورة تبينها مشهد ديالغابة الغابة نعرف أنها تتوفر على أشجار كثيفة هذه الأشجار جدوعها تختلف من شجرة ولا أخرى مثلا هذه الشجرة جدعها رقيق هنا جدع غليد هنا متوسط هنا متوسط أيضا هنا رقيق ما يلاحظ هنا أيضا أن الجدع من الأسفل يكون غليدا ويتدرج في ماذا أقول مثلا في السمك دياله التحت يكون غليد بزاف وهنا غادي ويتدرج نلاحظه هنا يظهرنا هنا الجدع كل ما نزل الأرض كل ما كانت يغليد وكل ما صعيدة إلى الأعلى كل ما نقص في السمك دياله يعني أصبح رقيقا شيئا ما إذن هذه الأشجار نلاحظ أنها تختلف جدعها ما يهمون في هذا الدرس هو أن نميز بين الخطوط في هذه الخطوط هنا خطوط رقيقة وخطوط قليدة وخطوط متوسطة في السمك إذن المطلوب منكم أعزائي الصغار هو أن ترسموا خطوطا لكل خط مثلا نرسم مثل خط الغليد أرسم مثلا خطين أو ثلاثة الخط الغليد أيضا نرسم خطين أو ثلاثة خطوط غليدة لنتدرب على رسم هذه الخطوط الخط المسوسط كذلك يعني كل خط أرسم مثله خط أو خطين إذن هنا في هذا الصفحة هاكل وهنا هذا الرسم يبيننا أغصان الأغصان أيضا تختلف هذا الغصن رقيق وهذا غليد شيئا ما إذن يجب أن نرسم أغصان في هذا المكان مثلا وهنا يعني أن نتدرب على رسم أغصان بخطوط غليدة وخطوط رقيقة والموضوع أو الإنجاز الذي سوف تقومون به هو أن ترسموا واحة ما هي الواحة؟ الواحة هي عبارة عن بركة من الماء كبيرة ويحيط بها نخل كثير وإذن أعشاب وأزهار هذه الواحة تكون في الصحراء عادة إذن قلت أن نرسم واحة واحة هي عبارة عن بركة كبيرة من الماء ويحيط بها أشجار نخيل وأشجار وأعشاب خضراء وأزهار وهذا هو المطلوب في هذا الموضوع هو تتخذونه كتسلية منها تسليوا منها تتدربون على رسم الخطوط الغليدة والرقيقة والمتوسطة واستعملوا الألوان في الرسم حتى يكون الرسم زاهيا ورسما جيدا بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر